السيد محمد توفيق علاوي اتصل به السيد بومبيو اليوم هذا الاتصال هل يشير إلى أنه بدأ الدعم الأمريكي للسيد علاوي وهل أمريكا ستمارس صلاحياتها أو علاقاتها مع المعارضين من بعض السنة والأخوة الكرد وبالتالي ستمرر الكابنة استاذ نجم يعني شوي قلنا نتكلم بشيء من التفصيل على نحو الإجمال يعني أولا عدم إشراك السنة وعدم إشراك الكرد بصورة فاعلة ومقنعة هذا سيؤدي إلى التعريض العملية السياسية بنمتها لأكثر من 16 عام خلق إلى يومنا هذا إلى الانهيار في أي وقت وفي أي لخضة أنا أعتقد أن الحكومة ستمرر وستمضي لكن هل سيكتب لها الصمود والنجاح إلى ما لا نهاية قطعا أنا أقول لا لأن المكون السني مكون فاعل عدم إشراك يعني التحالف القوى أو اتحاد القوى عدم إشراكهم بالعملية السياسية هذا بحد ذاته يعد مغامرة تشقيق يعني اليوم انشقاقات داخل المكونات يعني حتى الفتح الفتح يعني هو ليس متفق بتمامه فقط هذا العامري هو الذي مقتنع يعني هناك كتل داخل الفتح لا زالت غير راضية لا زالت ناقمة محمد الحلبوسي يمتلك قدرة قرار ويمتلك قدرة تأثير في الشارع السني ما ممكن أن تتجاوز محمد الحلبوسي أحمد أبو مازن هو الآخر يعد من الشركاء الحقيقيين الذين يساهمون في بناء القرار السني عدم إشراك أبو مازن أيضا يعد مغامرة ويعد رزق آخر ضمن تعريض العملية السياسية هناك جناح إعلامي وهناك كارتل داخلي التحق بكابينة علاوي من أجل التثقيف من أجل الارتقاء إلى مستوى الترشح هذا أيضا سيعرض العملية السياسية إلى خطر باعتبار أنهم يملكون قوة صناعة رأي عام يعني اليوم نجم الربيعي ورأسا نشترك في هذه الكابينة نعم يعني نجم الربيعي اليوم والتحق بهذه الكابينة وعده برنامج وبدأ يثقف وبدأ يكتر نعم نجم الربيعي هملة تأثير داخل الساحة الإعلامية وذلك أنا أسألك أسألك أنت من الذي قال أنه سيتم أقصاء الكرد أو السنة من الكابينة الحكومية هو هنا يجب أن يكون هناك تفريق بين الحزب السني أو الكردي وبين التمثيل التمثيل المكون يعني الأكراد موجودين في قائمة علاء وهكذا يقال والسنة لهم استحقاقاتهم لكن ليس من نفس الأحزاب ليش ما نتحرر من هذه الربقة ونتحرر من هذا الخوف ونتحرر من سلطة الأحزاب يعني لو أنا لو ما ألعب ليش هذا التسوية يعني أنا اليوم لا لا أنا أبين لك ساد نجم اليوم هذا المكون السني مؤثر ما أجي أشترك مع لن يرضاه مع الحكومة الحالية وهذا المكون السني غير مؤثر أجي أشترك مع الكابينة الوزارية اليوم أنا شقيت المكون السني إلى أجزاء مؤتلفة هذه الأجزاء جزء مع الحكومة وجزء خارج سرب الحكومة يعني أنا حتى المكون أجزأ إلى أجزاء في داخل المكون أسويه ربعات هذا جزء من المكون مؤثر وذاك جزء غير مؤثر هيكو وصلنا له المستوى هذا؟ هيكو وصلنا هيكو الحال؟ أكو كارتل سني الآن أصبح هو سنة الشيعة أكو كارتل سني الآن هو من صناعة شيعية وكو جزيئات من الكرد هي أيضا خرجت من رحم شيعي لذلك خلق كانتونات سنية من رحم شيعي هذا يعد تهديد العملية السياسية في المستقبل السنة المكون السني الكريم تم صرف أكثر من 20 مليار دولار على مدى مرحلة منقضية من أجل إعادتهم وإندكاكهم في العملية السياسية اليوم أنا أرجع أخرب كل هذا المصالحة والجهد والتعب يعني أنت أكيد تقول أستاذ سيدنا العزيز أكيد تقول أنه لا مناص من الخروج بالنظام المحاصص السياسي يعني هذا قدركم وأقبلوا به خلاص هو هذا اللي موجود ولماذا لا نفكر أو نعتقد أو يعني نؤمن أنه علاو الآن بصدد تفكيك هذه الكارتلات وإنهائها بشيء من الخسار نعم قد تكون هناك سدامات خسار لا ممكن لكن ممكن أن نؤسس لمرحلة حتى نخرج من حالة الأسر الذي نعيش به وهذه هي مطالب الجماهير هذه اللي أنت الدم والمتفضة حاليا واللي راح تطلع باتشر أستاذ نجم حتى الكتل داخل الفتح وداخل البناء وداخل الإصلاح باتت مجزئة يعني هناك دعني أقول لك متباينة يعني النصر قد يكون يحظى علاوي بموافقتها لكن هناك نواب من النصر هم معترضون الآن على كابينة علاوي النائب رياض التميمي رأيناه في أول أيام كان مؤيدا للكابينة اليوم لا يعني هو بعد أنا سألت قلت له لماذا تغير موقفك قال لم يتغير موقفي لكني رأيت هناك عملية يعني عملية قد تكون أمور غير طبيعية دفعتني لأنه أغير موقفي لذلك أنا أعتقد أعتقد أن عملية البناء يجب أن تتم بطريقة تشاركية تساهمية لا أقول محاصصة لكن هناك جانب غيبه غيبت الكابينة اللي هو الشارع والمتظاهرون